السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تفوزون بأربعة مليارات حسنة في عشر ثواني أي ورب الكعبة تعالوا نعرف بس نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم دايما بفكركم بالحديث ده لأننا عارف أن في ناس كتيرة بتنسى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قلت لحضراتكم قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة الآن يعيشوا على وجه الأرض ما يقرب من اتنين مليار مسلم طيب اتنين مليار مسلم لو قلنا اللهم مغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شوفوا بقى المسلمين بقى من أيام سيدنا آدم لأن كل الأنبياء بعثوا بالإسلام ولكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فكل الأنبياء جاءوا بالإسلام وكل المؤمنين كانوا على الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى فتخيلوا حضرتكم بقى عدد المسلمين من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا الأحياء والأموات إذا كان الأحياء يوصلوا دلوقتي حوالي اتنين مليار فما ظنكم بالأموات اللي هم من مئات الآلاف من السنين ألا يبلغوا أيضا هنقول اتنين مليار كمان يبقى أربعة مليار على الأقل ففي خلال عشر ثواني اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أربعة مليار حسنة على الأقل في عشر ثواني بالله عليكم لا تفرطوا في هذا الخير وكرروه كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته